الرجل اللي جاب الجن في الزمال الجدال اللي بيعناه في الصين ده إفونا مليك إفونا افتكار لمليك إفونا اسرح كده لو الجن ده مجاش كان تقييمك هيبقى له ايه لعيب جيد هيبقى لعيب جيد لكن مش هيبقى اللعيب اللي كل محد يكلم وقولك إفونا من رجع إفونا من رجع معين إفونا بعد الجن ده ما عملش عاجة لحد ما سافر والجن ده جاب لنا 8 مليون دولار كويس ليه لأن جن مش تقليدي جن فيه مهارة عالية جدا وسرعة وقرار وقرار ده واخد الناس وش بيقلب وبعدين قرار ونحطه ببطن رجله من برة 18 بالاتقان ده وهو بيجري لا فيه فيه قالت إن الرجل ده عنده قدرة فقيقة لكن ما تدنيش القدرة فقيقة دي في كل وما حدش هيقدر يعمل كده إلا اللعيبة اللي تصنف زي مو صلاح عايزين وإحنا بنقيم الناس نقيمها وإحنا عارفين إنها في نادي كبير زي النادي الأهلي وعارفين إن حجم المسئولية وحجم التواقع وحجم المطلوب منهم والأدوار ما تسمحش بإنه يبقى لواحد يبقى نجمل نجوم جوى النادي الأهلي العبد القادر حيفضل طول عمره لازم يرقص ويدي كباري وإلا زكاة قيمته الوحيدة كده هيعطن نفسه إنما حيفضل لعيب عنده الحل الفردي جاء زائد الحل الجماعة وعارف إمتى يستخدم دي وإمتى يستخدم دي تستفيد من اللعب كبير قوي الكابتن حسين الشحات نفس الشيء كل نجومك عندها ميزات هتيجي لحظات إنت محتاج دا يتقلق النهاردة دا يشيل بكرة ولذلك عندك فريق فإنت النهاردة ما تيجي تحكم عارفين النادي الأهلي هو ليه بيكسب وليه البودلاء ما بقوش احتياطيين وليه ما بتحسش بالنقص في الصفوف ما بقيتش تتخضز زي زمان لما يغيب عندك لعيب لأن البودلاء قريبين معنا كده إن كل لعبتها جيدة تفاكر لما كنت بقولك ما فيش حاجة اسمها خطأ في التشكيل أنا عندي لعيبة كلها ممتازة لكن فيه توفيق فيه ناس بتؤدي فيه ناس ما بتؤديش النهاردة لكن ما فيش حاجة اسمها خطأ في التشكيل في التشكيل لما أنا حط طهر محمد طهر ومحطش الكابتن حسين الشحات ولا كابتن طهر محمد طهر يتحط وبعدين أكسب الناس ما بتفكرش في الكابتن حسين لكن يوم ما ما تكسبش حيقولك هادي قاعدك كابتن حسين الشحات أنا بديلك مثل وهكذا ما فيش لعيبة عندك بتستحقش تلعب والدليل على كده يرجع لكاس العالم وارجع للربطة وارجع النهاردة ويا رب تكمل يا رب يا رب يا رب في دور المجموعات بإذن الله كما نتمنى لأنه هو تملي الصعوبة تكتاز دور المجموعات ده بتكتازه كل مرة مش بسهولة الواجبة يعني وكويس لأن الصعوبة دي بتسقيلك يعني لكن في الأخير عايزين نكتازه ونكتازه بشكل محترم ده كلام مهم جدا فكرة إننا لازم نتعلم ومعرفش بنتعطل قوي علشان نتعلم الجزئية اللي المهانس عادلة أشار إليها في البداية كمان فكرة ليه ما بني ديش العيش لخبازه ليه ما بنحسنش الظنب إنه الراجل المدير الفني قادر الناس بحادة لعبته اللي هو عايز يروف احنا مش شايفينها هو عارف الحالة البدنية لللعيب عاملة إزاي عارف الظروف العضلية بتاعتهم عاملة إزاي عارف الحمل بتاعه وصل لنغاية أنهي مستوى فلما يدي يومين أجازة نسمع بقى تقطيع في الرجل على ودنه وإلحق ودف أجازة يا جماعة ما هو الرجل المسؤول هو بالتأكيد أعلى من الناس بحالة اللعيبة طب هو لما رجعوا وكانوا في حالة بدنية فايقة جدا قدام المقاص في أفضل الحالات البدنية محدش قال إنهما كانوا مريحين يومين لأنه راجع من سفرية طويلة بعد كل السفريات رايح جاي 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 وبعدين يديهم يومين أجازة التأزينك في ملاحظة تدعم اللي أنت بتقوله ده ما الواحد بيفتكر حاجات دلوقتي انت خطي بالك من التشكيل مين اللي كان غايب ده ده قعد الطرفين الأساسيين الطرفين الأساسيين وأحمد عبدالقادر وإدى عبدالقادر جزء وإدى بدأ يوزع شوية بدأ يوزع ما اعتمدش هو رايح ناس مهمة رايح ناس مهم جدا طب رايح ناس مهمة وحتى بدل بين فاتحي والسليا والسليا ما أنا بقولك كان ممكن جدا لما كسبتش الماتش ده هتبتدي تفكر في اللي أنا بقوله ده حد يقعد فلان وفلان وحد يقعد فلان وفلان وحد يقعد فلان وفلان هو أنت بتجرف وده ده وقت التجارب لكن لما اللعيبة والحالة الجاهزية النفسية والفنية والبدنية تنصفه زائد التوفيق اللي لازم يكون له حساب تب تجيب قليلين في أول ربع ساعة بيخليولك الماتش مختلف هذي الجهازين خليتك تقول إيه شوف الراجل ده فاهم وإحنا بنقول كده الوقت يعني احنا مش الراجل ده فاهم وريح وعمل وكسب والبدلاء ومش البدلاء فإنما هو وهو بيعمل كده عايز يوصل نتيجة دي شوف ما هو ده كلام مؤكد طبعا بس عشان تبقى المسألة أكثر وضوحا شوية حتى لو ما وفقش ما الحالة البدنية للعيبة في الملعب تقول إنهم كانوا محتاجين الراحل اللي خدوها حتى لو ما وفقوش في التسجيل أو الأداء بهذا الشكل الرائع جدا لكن الحالة البدنية في الملعب كمية الجاري والوضع البدن بتاعهم اللي هم عليه يقول إنه كان عنده حق والأهم من ده إنه هو الخباز ومن حقه هو اللي يخبز العيش بتاعه ترجمة نانسي قنقر